متابعيني الأعزاء على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي تقدر تعمل Edit with AI باستخدام موقع ليوناردو AI تحديث جديد ومختلف وحيساعد بشكل كبير جدا على عمل Edit ليه الصورة ومش بس Edit عادي لا ده Edit بالذكاء الاصطناعي تعالوا نشوفوا الفيتشر الجديدة والميزة الجديدة النهاردة أولا هروح ليه الشكل الجديد هروح هنا أقفل Legacy Mode عشان الناس اللي سألتني انت جبتي إزاي المود الجديد اللي انت كنت شغالة عليه الفيديو الخاص بليوناردو هبصة ألاقي تحول الانترفيس للمود الجديد بالشكل ده وهنا أنا هستخدم الPreset الخاص بليوناردو Phonics ده اللي هستخدمه النهاردة وهبتزي أحط الأمر بتاعي وهروح هخلي الPrompt Enhanced Auto وكنت قلت لكم من قبل إن أنا بفضل أخليه Auto في الPreset Style هخليه Cinematic وهنا الContrast Medium هخلي Medium زي ما هو وهيكون من 16 ل9 الImage Dimension وحبتدي بشكل عادي خالص أنشئ الصورة بتاعتي تعالوا بقى نشوف ماذا بعد إنشاء الصورة وهو عملية الEdit أو التعديل على الصورة داخل يوناردو AI باستخدام الذكاء الاصطناعي بتحديث الجديد دي الصور اللي أنشأها لي بالشكل ده كده دي الصور Cinematic فعملها لي كأنها بانر طبعا نقدر أشيل الكلام ده مفيش مشكلة فيه ولكن أنا عايزة بقى أوريكو الEdit الEdit بيظهر فين عندي هنا بيكون الPrompt أوه ظاهر فوق جنبه هنا الألم اللي عليه Stars ده لو دوست عليه هنا حلاقي Edit with AI فبيديني مثالي يعني change the coat to red or add a blue hat or make it كذا or add dramatic lightning هنا مثلا أنا ممكن أقوله add add dramatic lightning كده أجرب حاجة من الحاجات اللي هو أعطيها لي ممكن أقوله make the environment in the dark ممكن أقوله هنا make the environment in the dark وحبتدي إن أنا أقوله generate هنا use fix seed بيستخدم نفس الصورة بالseed بتاعتها هنا هيستخدم 24 بحلهم عشان يعمل لي edit طبعا إنت هنا في الخطة المجانية أرجع أقول كل مواقع الذكاء الإصطناعي مش بتديك 100% مجاني صعب صعب إن هو يديك بشكل مجاني في الأول وفي الأخر دي حاجة ربحية بالنسبة له ولكن على حسب أنت استخدمك أنا واحدة من الناس بستخدم الخطة المجانية ما بحتاجش غيرها زي ما إحنا شايفين dramatic يعني lightning وعطاني المود في dark mood يعني بالليل dark forest وهنا قدرت أعمل edit بالشكل اللي أنا عايزاء على الصورة بتاعتي وأشوف أنهو الصورة عجبتني وأبتدي أن أعمل لها download تعالوا ممكن نجرب حاجة تانية نعمل edit لتكست مثلا أروح كده أقول له use a text elephant in the dark هنا use a text elephant in the dark وجنريت ونشوف كده هل حيحط لي تكست على الصورة ولا لا بقى من الذكاء الاصطناعي نجرب أيضا لو رحت للصورة هنا elephant in the dark تحته زي ما إحنا شايفين هو اعتبر أنه هو بوستر بقى elephant in the dark elephant in the dark بشوف أكتر حاجة ما فيهاش إرره دقيقة وأبتدي أن أنا أختارها أنا أكتر واحدة مكتوبة كويس elephant in the dark تعالوا كده نجرب مع بعض نعمل edit لحاجة تانية أروح برضو للصورة هنا وابتدي أن أنا أقول له أخذ تكست دورك تكست كولر 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 و تكست كولر كولر ونشوف هنا أنا حددت له إنه هو حيكتب تكست dark ويكون bold ويكون له نوع أحمر تعالوا كده نشوف مع بعض هل حيديني النقطة دي ولا لا أنا بحاول هنا أشوف هل الزكاية الاصطناعي بيبتدي أنه هو يفهم قوي الحاجات المحددة اللي أنا ببقى عايزيها ولا لا هي ميزة حلوة قوي من وجهة نظري لأن أنت هنا يعني بالنسبة للتكست لسه شوية بالنسبة للصورة إنه هو يضيف لك حاجات ويشلك حاجات لا الحاجات دي ممتازة جدا حتت بقى التكست دي يعني أنا شايفة إنه هي بتنفع في صور وصور تانية لأ بيكون فيها ايرور تعالوا كده نبص على حاجة زي كده ده إيه الجمال ده عطاني اللي أنا عايزيه عطاني الكتابة باللون الأحمر وعطاني الكلمة بس دارك وعطاني بولد الفونت بولد بارس زي ما إحنا شايفين ويه بصراحة حاجة في منتهى الجمال لأ يعني هو حيبتدي مع الوقت يطور من نفسه كتير جدا كمان ممكن مع الأوامر المتكررة يبتدي إنت كأنك بتعلمه بتدربه فيديك نتائج أدقة وهكذا ده بالنسبة لي الإدت ويز إي آي الموجود حاليا داخل ليوناردو إي آي آي هذا الموقع الرائع لتوليد صور بالذكاء الاصطناعي وفيبقى حاجات تانية كتير كمان بيعمل لك موشن وحاجات كتيرة اتكلمنا عنها من قبل حتلاقيها في القائمة الخاصة بليوناردو إي آي على قناة كل يوم موقع جديد زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزائي ما تنساش لايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة